موسيقى العواف عليكم يا أجمل وأجدع وأخف جمهور جمهور برنامج بيت ريا وسكينة مازلنا؟ لأ مش جوي مازلنا وإز ربما تعالوا بقى نكلمكم بأسلوب بدارة العواف عليكم منورينا تعالوا بقى نكمل معكم موضوعنا موضوعنا الجميل موضوعنا الجديد لو سمحت قدميني إن أنا جنبك وبعدين خش على موضوعنا يا جماعة طقت جانبي زميلة لا أعلم من أين أتت ولا من أين تزد ولكني سأقوم بتقديم البرنامج وأقول إليكم صديقة انتصار المهم بقى أهلاً ومرحباً بيكم في برنامجنا بيت ريا وسكينة بيتكم وبيت كل المشاهدين بيت مصر والوطن العربي كله موضوعنا النهاردة بقى ومرشته حميته حماية ولبسته لبس جديد وقلعته اللبس القديم بقى جديد بقى مناور وينزل بقى يلعب مع أصحابه حلو التشبيه ده طبعاً كفاية يبقى أجيلك ضيف وتبقي فخورة إنك تقولي تعالى نمشي على رجلينا في وسط البلد وتبقى ماشي كده معاك الضيف الضيف الأجنبي أو الضيف اللي مش من البلد وهو ماشي منبار مش عارف يبص على رضي عينه وعملنا تعمل كده على العمارات وعلى المباني وعلى الطراز المعماري وعلى مداخل العمارات وعلى البيبان الحديد وعلى البلكونات وعلى القيمة وأنا بقى ماشي يا جنب وبقى عملياً لعمل كده لأ وتخيالي بقى الطفل الصغير ده بعد محمتي وهندمتي يبص النفسه يقول قال لا أنا بقيت حلو أنا مش أنا تخيالي العمارة بقى تبص النفسها تقول يا اختي يا اختي الدور الثالث كان متبهدل اه السطح فوق يا اختي اليفطة بتاعت المحل اللي تحت كانت طالع مدارية الدور الأول الحمد لله نزت والبلكونة بانت عايزة أقول لكم إن في سكان في وسط البلد مش عارفين عمارتهم يعني رجعوا مرة من السفرية لو العمارات غايت والمدخل والمدخل جهة مرش والباب العمارات بيض رجعوا قالوا لا دي مش عن نمر عشر عشر مين تخيالي بقى تيجي نروح وسط البلد لنقوا العمار متحزمة ترات 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 طب والله لما تشوفي شكلهم وهم متبيضين ومنورين كده بليت تحس إن هم متحزمين وبيرقصوا بلدنا الجميلة بلدنا اللي كانت نمرى واحد في كل البلدان الأوروبية كمان في النظافة والجمال القاهرة دي كانوا بيضربوا بيها المثل يقول لك يا مدينة القاهرة إيه الشياكة دي إيه القوتلات دي وكل المستثمرين الأجانب اللي عايشين في مصر واللي جايين من برى مصر نفسهم بس يفتح فندق في مصر شبرد ولا مينهاوس ولا كل الفنادق الجميلة دي شكلها من برى إدارتها الناس اللي كان بتيجي تقعد فيها حتى مش القاهرة بس يا جماعة حتى أسوان ولقصر الفنادق اللي بناها الأجانب عندنا بنوها ليه من جمال الطبيعة ونظافة الجو عندنا الأجانب طمعوا يبنوا عندنا لأ وبعدين نمشي بقى بعربيتك بقى لا في حفر ولا مطبط يا رب عقبال البلد كلها ما تتعمر كده ويعيق دو تزينها ويعيق دو دهانتها ويعيق دو عايز أقولك إن في عمارات في وسط البلد أخوات العمارات دي موجودين في باريس يعني تشيبوا صوت العمارة هنا في القاهرة أختها موجودة هناك بس هناك ما حافزنا عليها ومبيضنا عندنا ما كانش متبيضة ومتوضة ولسه مكملين ولا أصر البرون أصر البرون مش قادرة أقول لكم مصر الجديدة بيقولك تم افتتاحه رسمي برا وجوه يعني حتى الزوار لما يقطعوا تذكرة ويخشوا الجنينة بتاعة الأصر يقدروا كمان يلفوا جوه الأصر يعني كان الأول ما منها تدخلي جوه يعني تقطعي تذكرة ديني لفة ده لو جالك نفس بقى شيف معمولة على كام فدان تعرف إن جنينته كبيرة جدا والأصر نفسه كبير جدا نفسي بقى أدخل جوه بقى ما هو ده بقى اللي افتتاحه الجديد اللي حصل على فكرة مصر فيها حاجات كتير جميلة غير البحر وغير الشمس وغير الصحراء الجميلة اللي بتعملي فيها سفاري فيها حاجات جميلة في القاهرة وفي مدن التانية الجمال المعماري انتي بتكلميني على إيه وانا مساء الله عايز أقولك حاجة أحلى كمان في الجمال المعماري انتي عارفة إن القاهرة دي سكن فيها أعظم الكتاب والسياسيين والروائيين والفنانين والمعماريين وسكندرية سكن فيها أعظم وأجمل أه قصدك بيرام التونسي أحلى أسيف ولي أصدك مديحة كامل جات من هناك فناندي الجندي جات من هناك ساميه صبري بحلي أنجبت أصدك بحلي بادرية طولبة أطعم وأحلى وأخاف ده اللي حيتشال في المونتاج إيه دي على لبسك خلينا في القاهرة دلوقتي هاي ما لسه ومالها اسكندرية رايح الله تعالي حبيبتي شوفي اسكندرية وجمالها تعالي شوفي ترعة المحمودية اللي بقت دلوقتي لا لا أنا مش هكلمك لا 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 تتحسد لا لا أوه والله موضوع المحمودية دوت والله العظيم اسكندرية بشاير نطفت وبقت فل وبانوا مجمع سكني ما حصاش اسمه بشاير كله متشطب يعني اللي روح يسكن شكلهم حلو بينهم جنين لا احنا رحين احنا رحين يا جماعة في حتة بس عشان ما يحسدون في حتة اسكوتش هيحسدون ده أنا هعرض الصور دلوقتي هيحسدون هيحسدون تعالوا الوريقوا سور تعال بس ما تقولوش لحد يا بعد عمليات التجميل شايفة 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 العمارة بقى دي اللي واخدنا النص يا أنا عايز أعرف شايفة لونها هي راحت لأنهي دكتور بصي ده بالإضاءة بقى بعد ما تبيض وبيتنور تسلم إيه الدكتور التجميل اللي جمّل وسط البلد بص العمارة الجميلة ولو مني ألف تحية الله 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 ما تسألهن الدكتور إيه اللي راحت له راحت الدكتور جاهزة تنصيق الحضاري الله أممكن حاجزلك عندهم يلا عايزة تبيضي والله العظيم العمارات الجميلة دي اللي تم إنقاذها حتدينا احنا روح للأيام اللي جاية لأن الإنسان بياخد ثقة في بلده من الجمال المعماري اللي فيها من نظافة الشوارع من التشجير إحنا ذكرياتنا في الشوارع دي أنت صار بلدنا بتتغير بتتغير الأحسن الله بلدنا بتتغير الأفضل كل عمارة بتدهن بلدنا بقت حلوة كل رصيف بيتوضب كل شجرة بتتزرع في بلدنا في الشوارعنا بتودي بلدنا المكان أفضل وإحنا كمان نفسيا وإحنا ماشيين في الشارع بنيبعندنا ثقة كده اللي هو إيه ده العمارة دي عندنا في البلد إيه ده وبعدين الله بقى لما تلاقي كده نحاسية صغيرة يقولك نوع المعمار ده آيكو بيكو وإنتي كنتي طلبت طلب مرة قلت عايزة يكتبوا اسم المهندس طبعا اللي بنى العمارة عشان أعرف من بلد إيه وجي من بلده عشان يبني الجمال ده طبعا أنا عارفها أنا معترفة أن أنا طلب بس طلبي اتنفذ ده بقى اللي حنزل أشوفه بنفسك لما نطلع فاصل ورجعنا لكم لأهم فكرة علشان حبيبنا أصدقائنا بيجوا يعودوا معنا بقى ونقعد نلعب ونسألهم أسئلة إحنا عارفين إيجابات عشان هم أصحابنا قاوي النهاردة معانا ممثل أمور ما شاء الله فيه فيه جيم واضح إن فيه جيم بس وفيه تعالوا نشوف شغله ونرجع بقى نستضيفه كان ممكن يبقى محامي لأنه خريج حقوق لكن لأنه بيحب الحياة والناس اختار طريق الفن وتكسيد مشاعر وحكايات الناس في 2014 اتخرج من المعهد العالي لفنون المسرحية وبعدها أصبح عضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية حكايات نجمين الشاب كتيرة متنوعة ما أنت عايزنا نريعمل إيه بالزبط؟ عايزين نمشي لحد ما نلعيهم عشان دي الطريقة الوحيدة انت ما تنفعش مش انت اللي تقولها انفعها لما انفعش من مسلسلات شيخ العرب همام بشارع عبدالعليز لمدرسة الأحلام لسدكه مع فريق محبز ومولد وصحبه غير ومولانا العاشق في 2015 لفيلم الماء والخضرة والوجه الحفر وفيلم اللي اختاشوا ماتوا في 2016 بيتواصل مشوار الإبداع لنجمنا ويفجيئنا بعبيدة فبو عمر المصر هم قرريبين ولو طولنا شوية هنلحق وسيمان في لمس أكتاب ماشي يا طاهر دال عشان برضو وأكرم فهو داللي صار وفي العام الحالي 2020 طل علينا مع الأخ الكبير هي زبدة فين زبدة راح تستادي حاجات وأنا جبت لقمتين كده عشان أفتح نفسك ضفنا النهاردة في بيت رايا وسكينة النجم الشاب عزوز علي يا طاعمته يا أختي يا حالوت يا زوز عزوز قولي أنت يعني وانت في حقوق التحقت في السنوات الأخيرة يعني دخلت أولا معهد صح؟ كنت في سنة ثالثة حقوق جامعة الكاهرة وقدمت في المعهد فقابلت فدرست الاتنين مع بعض طب ما دخلتش من الأول ليه المعهد؟ بصراحة ما كانتش في دماغي خالص كنت بحب حقوق وعايزة أدرس حقوق فدخلت درست حقوق وأنا في حقوق دخلت مصرح الجامعة حبيت الحكاية فقلت هجرب سنة الثانية في ثالث سنة قررت خلاص أن دي هتبقى شغلانتي ودي مهنتي وكنت هسيب حقوق وفعلا أجلت فيها سنة بعد ما دخلت المعهد وقعدت شوية في اخناقات في البيت كده مع ماما الله يرحمها لأنه مستغسرة أن فاضل السنة ماما قالت لي كده وحتبقى معتلي صنص حقوق بزيط وخصوصا أن أنا كنت داخلها وأنا حبيبها كمين بعد وفاة ماما كملت بقى اللي اتنين مع بعض وتخرجت من حقوق وأنا بكمل المعهد عادي جدا وتخرجت من حقوق عشان قد تصالح ماما هي كان الله يرحمها في الوقت ده وطبعا بصراحة اتخرجت عشانها ولما فكرت لقيت الموضوع أحسن بكتير بالنسبة لي أن أنا خدت حقوق لأن فدني جوا المعهد وفدني لما خرجت في المعهد أنا أقول لك بقى وفدك في المعهد في إيه فدك في المعهد أن أنت بقيت رئيس اتحاد الطلبة عدد كتير قوي من السنين عدت تلات سنين رئيس اتحاد طلاب المعهد في نوم مصرحية والأكاديمية السبع معاهد بدأت بإيه بقى؟ أنت سمع أنت سمع شبت المراكز اللي هو مسيكة وهو طالب عشان ده جاي بعقلية حقوق مش بقى عائل سنوية عامة خفيف ولا زغانتوت يحكي عن نفسك احكي لنا عن نفسك عقلية حقوق بقى لما تخش المعهد سهل أن هي تسيطر على كل الاتحادات اللي موجودة بس أنا عايز أقول حاجة أن ده كله جيب الصدفة جدا معيه يعني أنا ما كانتش في دماغي أدخل اتحاد الطلبة خالص أنا حلم خالص أنا حلم أن أنا أبقى ممثل وبخرج مصرح جوال المعهد بعد وفات ماما كان الفترة دي عندي طاقة كتير ومش عايز أعود لوحد يتقول له فجأة لقيت انتخابات تحاد طلاب فأقلت خلص هجرب وادخل دخلت الأول بدأت نائب رئيس تحاد طلاب وديت كل طاقتي بقى في الفترة دي وفجأة لقيت نفسي أنا فعلا بعرف أعمل ده وزمايلي بتدويس الكفية ما عشان حقوق بالضبط السنة اللي بعدها نزلت رئيس اتحاد طلاب بقيمة نجحت بانتخابات نزلت في الأكاديمية في خط السبع معاهد السنة اللي بعدها انتخابات خلط بقيت فجأة الصدفة حطيتني في الطريق ده طب إيه سر النجاح بقى ربنا سر حب صحابك ليك والله ربنا يعني أنا تعملت من وأنا في المعهد إن خلاص دي شغلانتي ودول عيلتي فكل وقت ليهم وعلى قد ما ديت جوا المعهد على قد ما خدت يعني أنا بقيت بعمل حاجات ومش مستني رد فعلي من حد ولا شكر خالص أنا بعمل ده بحب ولا حد يقول لي ها برابط تعالى سقفلك خالص ونزلك في الجرائد إنك خالص أنت بتعمله لللاف 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 فجأة ولأن أنا كنت محتاجة أعمل ده يعني كنت بطلع طاقتي في ده وضيع وقت في ده فجأة لقيت نفسي بحب ده ومستمتع فيه مش بس حب يعني ما بعمل حاجة أنا مستمتع إن عملت كده وإحنا مبسوطين بده لأ أنا عايزيك وحبينا ده لأ مش ده بقى أنا عايزيك تسمعي منه وتتعلمي تقلك العطاء وبحب أخدم زماني ومش مستني مقابل سمعة حبك للفن إن فيه فنانة في البيت كان لأ سبب حبنا في الفن أنا ونادى أختي إن ماما كانت طول الوقت هي ملهاش علاقة بالفن بس كانت بتجيب المجلات الفنية تقراها بغزارة تقراها وتقعد تحكي لنا وتقعد تورينا ومرافقة جيدة في التصوير جدا وبتحب تقرأ جدا وكانت بتكتب شعر بس ليها فحبيبتنا في الحكاية بس أنا مكنتش متخيل إن أنا بقى جوة الموضوع بحبه أهو لما دخلت مصرحة كلية حبيت جد لما دخلت المعهد حبيت أكتر إن هو ده هيبقى حياتي خلاص المعهد فطلعت طاقة غير عادية جوة المعهد ولما دخلت الستوديو حبيت حبيت طبعا هي أكتر أكتر ما قد بتحبها أنا بحبك كده 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 أنا بحب اتعلمي العطاء شوفي قالك إيه اديت وما انتظرتش اتعلمت بقى العطاء من فاتنتك اه اسرح لينا بقى فاتنتك بقى هي أمي الله يرحمها كانت بتدينا كل حاجة يعني في جملة عمري ما انت سهلة هي عملت حادثة وفي الفترة الأخيرة قبل ما تتوقفها جابتني أنا وندى قعدتنا معيها فقالتلي انت نفسك في ايه عزوزي قلت لها نفسي أبقى ممثل معروف وكذا كذا كذا وندى نفس الموضوع قالت أنا عشت حياتي كلها عشان أشوفكم انتو اللي اتنين بتحلموا بس فدي بالنسبالي خلتني طول وقت عايزة بقى أحسن طول وقت بحلم بحاجات أكتر طول الوقت شفت إنسانة عاشت حياتها بتدي ده خلاني عندي جزء كبير إن أنا أقدر أدي زمايلي بالزبط وهي ربتنا على كده يعني هي طول وقت كبت ربينا على ده أنا والدي متوفي من زمان جد وهي ما صعبتش عليك الموضوع يعني قيتلك أنا عاشت عامي يا ربيك وأكبرك عشان تحلموا بس بس ما قيتلكش عشان تنفذ الحلم لأ عشان تشوفنا عندنا حلم يعني ده سقف أحلمها تكون إنسان عنده كيان بالزبط إنك تشوفكوا بتحلموا بس تعال بقى خش في الأعمال الحلوة كده يلا بينا آه بس ما ضغطتش عليك أنا ده اللي عجبني فيها خالص هي اللي ولا لازم تبقى ممثل كبير ولازم تبقى بطر وقيتلك أجمل حاجة إنك توصل لإنك تكون بتحلم هي الفكرة إنك لو عندك حلم هتفضل تسعى وراء لحد ما تحقق آه أي إن كان إيه حلم يعني والطريق والصدفة وربنا بيغير لك مصار إحلامي أنا بعد إما اتخرجت من المعد على قد ما اديته على قد ما اديني لما اتخرجت يدك إيه بقى المعد أبسط حاجة لما جيت هنزل لانتخابات النقابة أنا أصغر عضو مجلس إدارة في تاريخ نقابات مصر كلها واتلعت الأول بأعلى أصوات ده زميلي وده اللي عملته جوان معهد ربنا ردهه لي إن أنا كل الناس كانت نتخيلة آه ممكن عزوزي ينجح لإني عندي شعبية ممكن مش أكيد بس لو نجحت هبقى السادس الخامس لإني معي أسماء كبيرة وأسماء مهمة وأسادزة بالنسبة لي وأدامة بس أنا كان عندي يقين إن أنا هنجح بس مش الأول مش الأول ده بركة دعوتها طبعا طبعا وربنا وسقت زملاء لإني جيلي كمان كان ليه فضل علي زاز عايزين بقى نشوف الأعمال الحلوة بقى أكلمنا على الأعمال الحلوة في رمضان ده في رمضان ده ما كانت ليه نصيب لإني كنت بصور قبل رمضان بأيام مسلسل الأخ الكبير وكنا بنعرض على الهوى فجالي مسلسل في رمضان وفي نفس الوقت كان مع نفس الشركة المنتجة فهم قالوا ما ينفعش لإني إحنا بنعرض على الهوى فنستنى لإني كان في نفس الوقت عايزين نصور مسلسل في رمضان وكان فيه مشروع واتأجل عرضه في رمضان يعني إن شاء الله هندخل الأيام اللي جاية دي نصوره فما حصلش نصيب إنه بقى موجود في رمضان بس كان قبل رمضان على طول حوادث الشانزاليزي والأخ الكبير وهم اللي اتنين يعني أنت ساخن جدا قبل رمضان فاللوان مش محتاجة تشتغل في رمضان وانا كنت مبسوط بالأفسيزون جدا متكسر الدنيا في الأخ الحمد لله يا ربي كنت إيه بقى؟ عكس الزز خالص كانت شخصية مختلفة خالص عني والحمد لله يا ربي عملتلي ردود أفعل حلوة جدا بس أنت هادي قوي عزيز مش ملاحظي إنه دوت يعني الهدوء الزيانة ده مأثر على رتمك حتى في الحوار مثلا فين؟ في التمثيل ولا بتعلى عن كده؟ أنا بحب لا بعلى طبعا عن كده وبتتنرفز وكده وبتدرب وكده؟ في الأخ الكبير عملت كل ده أم ورينا في الأخ الكبير عملت كل ده لا أم ورينا لا عايزة تتعلم منك العطاء ولا عايزة تتعلم منك إن اللي بتعمليه مع زمالك بيرجعلك أنا شاهد هنا فيه طاقة 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 حمراء في هنا طاقة حمراء في طاقة هنا في النص حمراء أورنج تعلمي حاد بصي حتى بيتكلم مرتب عارف عايز إيه؟ مرتب؟ خالص مش عايز حاجة بربنا نصارس لعب بصنا عايشين كده بقى قلنا بأسا أنا شايف خناياة طول وقت حمد مرتب يعني بتاقب تحتفز كده بهدوك وعقلك ده وكده عندي أوقات طبعا بتاعلى جامد؟ أه ولا طول وقت بتتعرفت تبقى عالي؟ لا عندي مشكلة إن أنا طول وقت هادي ومسالم جدا بس بوصل لمرحلة خلاص التقشل للحليم أه ما بقدرش يعني فيه جهاز مفعالي وشغال بس أوقات بيطلع لوحده بالتمثيله عرف أعمل كنترول عليه ولما بيطلع ما بيرجعه ما بعرفش رجعه أخ دي بقى أزمتي يعني خلاص ممكن أسيب 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 بس فيه وقت أليم؟ أليم؟ وعندنا برضو مشاكل كتير للأعضاء يعني مشاكل صعبة يعني أنت خش تديله أيام من عمرك طبعا عشان تحلله مشكلته هو بصراحة اللي تعلمت منه ده دكتور أشرف ذاتي عنده طاقة رهيبة في استيعاب الناس والأشخاص رهيبة بيرد على التليفونين في وقت واحد في وقت واحد وما بينامش وبيتحرك طول وقت من وانا طالب في المعهد بصراحة كنت بذاكره من بعيد كنا أنا ما كنتش عارف الدكتور لحد وانا في سنة ثالثة في المعهد وانا في سنة ثالثة ابتديت أعرفه مما ابتديت أعرفه وأنا رئيسة تحاد طلاب ابتدينا نشتغل مع بعض في المعهد وذاكر دكتور أشرف وهو عنده ميزة أنه هو بيعلمك طول وقت مش بيعلمك بشكل مباشر يعمل كذا هو عنده قدرة على الخدمة العامة جدا يعني بيحبها بيستمتها بيها وفي ناس بتحب تقدي حوائج الناس هو العطاء 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 نتعلم حاجة بقى من حلقة زي العطاء لازم تتعلمين طب ما تسجي بقى إيه أيوة شوية عطاء نلعب نتعلم الطفولة بس كنت عايس أسأله سوالة برضو قبل ما نلعب أختك إزاي تضحي بيها برضو بمعنى يعني أنت بتمثل خلاص واحد ترمى في الضوء مش معقول كلها نخش النار يعني هي نادا دخلت قبلي التمثيل لا 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 نادا قبلي يعني نادا سنوية عامة معهد نادا سنوية عامة معهد على طول أنت اللي في حقوق بقى أنا عادت بقى في حقوق رحلة وهي بتحبك وكان عندها قدرة أنها تاخد القرار بعد سنوية العامة على طول على طول هي من وهي صغيرة نادا حب أنها تكم ومثلت ولا أنت أصبت فيها لا بالعكس هي بدأت قبل هي من وهي صغيرة هي عايزة تكم ومثلت طب ما بتحسش أنت بتراهي أختك خايف على مستقبل عايزة ترشحها عايزة تشتغل أكتر ما بدي بحصل لكش كده لا أنا عندي مشكلة في الموضوع ده أن أنا ما بعرفش أطرح نادا خالص لأن هي موجودة أصلا فأنا ما بتعشي زقها أصدك استحالة لأن الشغل ده نصيب أنا مقتنع بأنه هو نصيب ورزق من عند ربنا وأكيد لو في حاجة اللي هي خير فيها هتحصل لوحدها لكن أو قاية أنت ما بتسعر حاجة ما تاخدهاش ممكن يبقى فيها شهر لك ده بجلب هو مؤمن نوى ونصبها حيجلها أنا مش محتاجة وخلتها تزق فيها وفلان يعمل خدمة لفلان لفلان عشان أرشحك في جنبك يلا بقى نلعب العهد برشحك يا بدرية ما بيها ما بتشرشحنيش لا مش بتشرشحيني خلص ليه كده أنت صح يقولوا ليه لا 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 ما لكيش دعوة بيها هتتخنقوا مع بعض لا إحنا في خناء دايما إحنا هتتخنق في خناء دايما سنتو عملت مصرح مع بعض للاسف مستحملتها وكواليس مصرح للاسف للاسف استحملتها ده أنا حكيك حجيلك النقابة وعدة شكي كنت نكحين بص بقى دي هتلبسها كده هتعمل صوت مش هتسمعنا خلص اهوة في أغاني أغاني شغالة معك هنقولك بقى احنا فيلم ومسلسل مسرحية ميش الاسم وانت تقوله اوكي ميش يلا بينا يلا يلا مسلسل ازاي مسلسل صح من تلت كلمات تلت كلمات استني حيطا بيقوله ايه ويه يعني هو سمح حاجة لا بس ممكن يا رفا قوله فكرة بمليون جنيه ده مسلسل برضو صح بس يا حبيب ما انتقعدش تتكلم في ويدني كتير فكرة بمليون جنيه فكرة بمليون جنيه هيا تلت كلمات التلت كلمات اسمهم فكرة بمليون جنيه فكرة بمليون جنيه ايه ده انت سمعني؟ شايف الليبس طب خلاص تداري حضرتك مسلسل ولا فيلم مسلسل ولا فيلم مسلسل اه استنف اشان اطول استنف استاير لامس رجلين لامس اه رجل اه رجل والستاير اه اه معناه كده شد استاير كم كلمة المسلسل اه مفتوح اتنين اتنين اه 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 وحنعرف النجس النجفة اه نجفة اه 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 حلو اه 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 طب عمينش اه اه ضرب اه لا اي اه اه زراعا اه حصدا لمسة اكتاف اه اوكي لمسة اكتاف صح سهلة ميز مش عايزة مش عايزة مش عايزة تعمل كده اه 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 ايش مسلسل ثلاث كلمات كلمة الاولى ابو ابو عمر المصري اه اه برافا انا بقى بتوه بتوهي ازاي الشوارع يمين في الشمالك مسلسل اه مسلسل الشوارع متاهة طريق تعال جيزة هارم تعال جيزة هارم الشوارع الشوارع بصي مالش اللي تقادم ليه ليه ازاي تعال اه لا طب هي ايه ايه طب عشان سعدك هي ايه جماعة البس الكمامة وتعلم السلام المشكلة عندي بدرية دلوقتي مش عارف مينها حاجة روج احمر الشفاء الشفاء البس الكمامة وتعلم السلام طب هو ايه جماعة المسلسل مسلسلين المسلسلين المسلسل ايه؟ ابو العروسة ابو العروسة اه 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 السلام بص بقى انا اقول لك دلوقتي اه اه فيلم فيلم تلت كلمات اول كلمة للحب يا ولا شوفت للحب طلعت زي يا ولا تاني كلمة قصة اه وزي زي قصة ايوه قصة 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 أخيرة هناك أخيرة أخيرة الماء والخضرة لا أخيرة عند سلم المسر للحب قصة أخيرة للحب قصة أخيرة لا للحب الحب ايوه قصة أخيرة قصة 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 نكتب قصة أخيرة الغيرة أخيرة ايبو الرغوة للحب قصة أخيرة الرغوة الرغوة للحب الحب قصة يقرأ كتاب رواية شعر للحب قصة أخيرة صح معرفوش نحن نشوف طبعا خلاص سيئلة احنا لعبنا معك وانت سيئ جدا في اللاب لا 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 انا اللي كنت بتوهك ايوا مدريب صراحة واقولك ننزل بالنجف ونطلع بالستاير وكممة وشوفي تعالى بالكممة بالسلام لا وشوفي العطاء بتاعه هو ريلاكس يعني مش متضايق لا احنا بنلعب عزوز استمتعنا بيك قوي وخليك عارف ان احنا كنا مستنيينك وانت كنت في دهب ايوا وقعدنا مستنيك لغاية ما رجعت عشان نلتقي بيك صح وعشان نهنيك على الاعمال اللي قبل شهر رمضان ومزيد من التقدم ومزيد من الادارة ومزيد من قيادة زمايلك لانك انسان عطاء وجميل وربنا يوفقك في مشورك الفني خلصت نطلع فاصل وحنطلع فاصل عشان نرجع للفكرة التبية احنا عندنا فكرة انا معاكم اطلع اطلع اهلا وسهلا بكل مشاهدنا ودلوقتي احنا في الفقرة الطبية الجميلة اللي حنستفيد منها ونستفيد من المعلومات اللي فيها معنا النهاردة دكتور خالد عبد العزيز اخصائي التغذية الاكلينيكية جامعة المنصورة اهلا وسهلا بك يا دكتور اهلا بك يا انتصار واهلا بك يا بدرية واهلا بكل المشاهدين اللي بيشاهدوننا النهاردة فيه بقى جملة وطايتلت كده بتتقال في الحياة ممقاش فهمها يعني يعني ايه التغذية الاكلينيكية طيب انت سؤالك حلوة قوية انتصار وكتير جدا من المشاهدين ما يعرفوش يعني ايه تغذية كليينيكية في مصر هنا عمره قصير يعني يكاد يكون ماكسوم سنتين هنا في مصر معنى كلمة تغذية كلينيكية ان احنا بنغذي كل عضو في الجسم البشر يعني انا لو عايز اغذي خلال مخ عايز اغذي الاعصاب عايز اغذي الكبد عايز اغذي القلب اقدر ان انا اغذي عضو بعينه بحاجات معينة من الاكلات اللي احنا بنأكلها بحيث ان هو يدي كفاءة او وظيفة احسن الناس اللي بتبقى في العناية المركزة دي ما بتقدرش تاكل او تشرب بطريقة العادية فاحنا بنحط لهم الغيزة بتاعهم عن طريق انابيب معينة عشان ياخد ويستمر في الحياة هو ده هو ده التغذية يعني انا بشوفه في العناية المركزة عن طريق الانبيب او لو اطفال او كبار كل حاجة تغذي كل حاجة شاملة كل حاجة شاملة سمنة شاملة نحافة شاملة الرياضيين ازاي نغذيهم الغيزة بتاعهم شاملة الناس اصحاب الامراض لو واحد عنده ضعط او واحد عنده سكر او واحد عنده كلسترول ازاي انا اقدر اعالجه عن طريق الغذاء يعني ازاي انا اقدر اغذيه باغذية معينة بان انا احسن من وظائف اعضاء جسمه يعني مش اللي في العناية المركزة بس كله شامل طب وايه بقى سبب زيادة وزن الاطفال طيب بصدي انت سؤالك حلوة قوي وانا عايز اقولك ان 60% من الاطفال اللي في امريكا بيعانوا من السمنة هنا في مصر الحقيقة مفيش اناليسيس او مفيش دراسة حقيقة الاطفال بس احنا بنشوف بعينينا وانا بشوف في العادة بتاعتي بيجي لي اطفال كتير جدا ووزنهم زايد ده لي اسباب كتير قوي هنقول مثلا الناس الاطفال اللي بيتولدوا اصلا عن طريق الحقن المجهري دي بتبقى نسبة السمنة عندهم عالية قوي نسبتهم بتبقى كبيرة ممكن يكون الطفل كمان جيناتك بيبقى واخد الجينات الوراثية بتاعته بتخلي جسمه ان هو يخزن دهون بشكل كبير جدا هنوصل لتالت حاجة وهي لايف ستايل بتاعت الاطفال يعني ما فيش حاجة الاطفال ما بياخدهاش مش سوبر ماركت ما بتسببش زيادة الوزن مين سواء بقى كانت الحاجات المقليات المعبقة او سواء كانت الحاجات المياه الغازية او سواء كانت العصائر حتى اللي هي ما بتبقاش فريش كل ده بيؤدي لزيادة الوزن ومنساش كمان الاكلات التي كوية ويه تاني؟ ايه تاني كمان بتسبب سنة للاطفال من اهم الحاجات اللي احنا دايما بنشوفها حتى عندي في العيادة بتاعتي ان الطفل ماش عايز ياكل اكل البيت خالص عايز دايما نياكل حاجات من بر فدي من الحاجات اللي هي بتخلي الاطفال وزنها يزيد فيه مادة معروفة جدا حتى موجودة في العصائر او موجودة في الحاجات الوزن ماركت اسمها مادة اللاكتوز يعني مادة اللاكتوز دي بتعمل كرش حتى عند الاطفال ممكن تلاقي طفل جسمه كويس بس تلاقي بطن كبيرة شوية دي من مادة اللاكتوز اللي هو بياخدها من العصائر دي سمنة عند الاطفال دي سمنة عند الاطفال وبنعالجها بقى عن طريق التغذية الاكلينيكية اه احنا عن طريق التغذية الاكلينيكية بالنسبة للطفل انا صعب لما بيجي لطفل اقول ل والدته او والده انت اعمل كنترول او تحكم عليه في الاكل بتاعه ده بيبقى موضوع صعب جدا اه طب انا بقدر اقول له ايه بقدر اقول له خليه يأكل كل الاكلات اللي موجودة في البيت اه هنمنع بس الحاجات بتاعات السوبر ماركت دي الوحيدة اللي احنا هنمنحها عن الطفل وبديله حاجات مساعدة بس حاجات ناتشورل بديله حاجة اسمها الياف طبعية الالياف الطبعية دي بتتكون من ميت صنف من نباتات وفاكة فحاجة ناتشورل جدا ما دخلش فيها اي نوع من انواع الكيمويات عايز اقول لك ان هي بتتعامل بطريقة اسمها النانوفايبرز والناس اللي درست طب ودرست صيدلة بيفهموا كويس جدا معنا كلمة الفايبرز احنا بنشايفين على الشاشة يعني دي الفايبرز هي بيبتدي الطفل او الشخص اللي عايز ان هو يخس ياخدها لما بتنزل في المعدة حجمها بيكبر ولما بتكبر بتطلع هرمون اسمه CCK CCK ده هرمون موجود طبيعي في جسمنا انا وانتي وانتصار وبدري كله CCK CCK ده بيطلع على طول بيقول لك جسم خلاص انا شبيعت الالياف دي عبارة عن واجبة زي السريلاك كده يعني هي بتتاكل زي السريلاك بالزبط تحضيرها سهل جدا هي بتبقى بنتاخد قبل الغدى بنص ساعة وقبل العشاء بنص ساعة غدى وعشاء بتبقى بودر بنحطها على ربع كباية ماء بنقلبها بتعمل اكل كده زي اكل اطفال بالزبط هو ده زي جيربر كده ايه فعلا وبتبقى برضو دلعة كده ومعليهش ملح ولا عليها سكر ولا عليها حاجة كده دمات قيل بص سؤالك ده مهمة قوي جدا عشان افاكري اكل اطفال وحس ان انت عارفة اللي هو ايه تارجة معيه في الموضوع يعني ايوه بص موضوع الطعم انا ممكن اتزوق حاجة تعجبني انت تزوقي حاجة ما تعجبكيش بدري انا ممكن تقول نص نص فعشان كده هي ملهاش لطعم خالص اه هي عاملة زي الماء بزبط اه 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 قدان ما بتطارد ايه اللي افاية اللي عامل PIتLink احنا دي بتاعة العشا واخلا عاملين Já قبيعي فيه الماء اديك الشمال وقبيعها والاديك اللي عالشمال فيها حاطتينا طبقه زيت وحاطتينا ديها كيس اللي اللي خ幼قشا هنشوفวلقه إياه الي حصل في القبيعي علامف ان الشمال اللي دينا الليمين حاطتينا ربع كبهات ماء وحاطينا كيس التاع على اليف شافها جمدت اذا اي يفايق جمد في القبهيا يمين خلاص هي ماسكة فيها. تمام؟ اقدر ان انا اغير طعمها يعني اقدر انا بدل ماية ربعا كوبات ماية احط عصير مثلا اي عصير فيور اقدر احط او فريش اقدر احط عسل نحل اقدر احط سكر ديت اقدر احط فانيليا اقدر احط ありがとうございます اوف احط باودر من الشوكرة الخام يعني اشكلها بالطعم اللي انا بحبه. شايفة بقى الكوبة اللي حصل فيها زيت وعليها الالياب حصل فيها ايه? اهو ده الي بيحصل جواجف منها بالزبط يعني شايفها انصار شايفها يا بدرية يعني هي خدت الزيت طبقة الزيت ديت وخدتها وطلعتها برا الجسم يبه هي عملت كده وظيفتين مهمين جدا أولا أنا ماليت المعدة فأنتي حاسيت أن أنا خلاص أنا شاب عين فمش هتاكلي وحتستغل الدون اللي في جسمك أصلا أنها تطلع برا الجسم تحرقيها بالزبط عشان تستعمليها فكده أنا أهلت الطفل يعني الطفل اللي عني ده أنا سهلت عليه كتير جدا هو خد أكل طبيعي جدا فوش أي نوع من روع الكيميائيات خالص آمن بالنسباله في نفس الوقت هو شبع فحتى لو الأكل قدامه هيقولك لا أنا مش عايز أكل أنا خلاص شاب عين وفي نفس الوقت خرقت الدهون الزيادة اللي في جسم وخرقتها برا الجسم يعني ما بتكليش يعني امتنعت عن الأكل يعني امتنعت عن وزن زيادة صح وبتستغل الدون اللي في جسمك نكتستغليه نكتشبعي ثانيا الألياف دي بتاخد الدهون وتخرج بيها وتخرج بيها ببرا الجسم كمان في حاجة مهمة قوي يعني انت لو تفتكر في بداية الفقرة بتاعتنا قلتليك يا تتكون من ميت صنف من فكة ونباتات يعني مليانة بكل الفيتامينات والمعادن اللي الشخص اللي عايز ينزل وزنه محتاجة أنا بديلك كل الفيتامينز كل المعادن انت محتاجة ففي نفس الوقت انت بتخس محافظ على شكلك حلو بشرتك حلوة وفي نفس الوقت صحيتك كمان أحسن وأحسن وبتتعامل إزاي بقى مع الأطفال اللي بيجي لك العياد بص هو الطفل التعامل بتاعه بيبقى صعب شوية غير الشخص الكبير يعني شخص كبير ممكن تقوله أمنع لك أكلات معينة وأسمح لك بأكلات معينة الطفل لأ فالطفل أنا بقول له أهله يعني بقول له خليه يأكل أنا ما عنديش مشكلة في موضوع الأكل بس لما أنا هاكله أكل هلسي وصحي ما عنديش أي مشكلة خالصة يأكل لغاية لما يجبع دي مثلا حالة عندنا في العيادة دي طفلة ردينة عندها تسعة سنوات أنا عايزك تشوفي موضوع لما كانت تخينة ولما خاصت فرق الطول بتاعها بعمل زي لأن دايما الخالية الدهنية وبنحيزها أو في الأطفال لما بتبقى متركزة عن الطفل بتأثر على النمو بتاعه لأنها بتعمل زي ماسق على الخالية ووظفتها فتلاقي الطفل التخين أو المليان في الوزن بتلاقي أداؤه سواء كان العقلي أو الزهني أو على حركته بتلاقي أقل كتير من الشخص اللي وزنه طبيعي يا روح دي أصغر طفلة دي روانة على فكرة من الفيوم عمرها أربع سنين دي مولودة حقنا مجهاري كانت مولودة تخينة أصلا أهلها كانوا جايين للعيادة يوم الأربع اللي فات عاملين كل التحليل الممكن تتخيلها اللي بتثبت أن الطفلة سريمة من كل شيء بس في نفس الوقت زي ما انت شايفها وزنها زايد بهذا الشكل يعني أنا بدأت معها خطة العلاج بالألياف الطبيعية وإن شاء الله احنا منتظرين بعد شهر هجيب لكم الصورة اللي هي القطية بتاعتها بعد ما تكون لما تفرد بقى بالضبط يعني اذا في شهر واحد نقدر بالألياف دي نخصيصها سؤالك حلو قوي المتوسط العالمي لإنقاص الوزن هو من 6 إلى 8 كيلو في الشهر وده التارجت اللي احنا بنعمله في نفس الوقت أنا بنزل دهون ما بنزلش حكة تانية ما بكسرش عدراط ما بنزلش مية من الجسم بالعكس أنا دايما اقول للشخص اللي بيبدأ معي أنا عايزك تزود مية تشرب مية كتير المية دي هي حياة لجسمنا كله متوسطنا في الشهر بيبقى كام من 6 إلى 8 كيلو وده أحسن معدل لنزول الوزن التدريجي إنه ينزل واحدة واحدة علشان بعد في نهاية الكورس بتاع التخصيص يلاقي جسمه كله مشدود يلاقي جلده مشدود ما يلاقيش فيه ترهولات ما يلاقيش إنه هو متأثر بدنيا بالعكس يلاقي نفسه صحيته أحلى وأحلى طيب يا دكتور بناخد الألياف وبرضو معاها نظام غذائي ولا بتعتمد في التخصيص على الألياف بس يعني في النهاية لازم يأكل برضو طبعا فمش موانا هيأخد ألياف ومية يعني بتعمل بقى نظام غذائي للأكل نفسه بص أنا في الأكل نفسه أنا بخلي أكل كل حاجة موجودة في البيت يعني أي حاجة موجودة في البيت هو بيأكلها بس أنا بنظم له مواعيد أكل يعني بقول له ياكل إمتى وما يكلش إمتى لأهو بنظم لك المواعيد بتاعتي يومك وكل واحد على فكرة مواعيد يومه مختلفة هي مش فكسب مش حاجة سبتة يعني فيه ناس طبيعة شغلها إن هي بتصهر بالليل فابتاكل بالليل ماابتاكلش الصبح أنا بنظم له وقته على المواعيد دي فيه ناس العكس برضو بنظم له وقته على المواعيد دي بامنا عنه إيه؟ أنا بامنا عنه حاجتين بس باية الأكل كله مسموح بيه الحلويات والدهون الحيوانية طبيعي الدهون الحيوانية اللي هي زي جلد الطيور أو زي الزبدة أو الحاجات اللي فيها هاي كالرز من الدهون دي إحنا طبيعي حصاً كده كده معظم الشعب ما بيأكل هايش أصلاً بتمنعهم من الحاجتين دول بس باية الأكل بيأكل عادي وبتعتمد على إنه شبعين فهيأكل كميات صغيرة بالزبط يا دي فكل زي ما بتعايز يبقى بني لو عايفت أن تاكل كويس حتاكل كميات كميات فيبتدي الوزن يخس بالزبط طب فيه أي أدوية بقى فيتامينز حاجات بتديها بيمارس الرجيم عشان مثلاً ممكن يبقى عنصر ناقص عنده حاجة حديد مثلاً عشان همو جلبين فيتامين سي عشان البرد والمناعة بتديهم فيتامينات؟ بصي كل حالة الفيتامينز دي بتبقى كل حالة مختلفة عن التانية حسب يعني لو حد عنده نقص فيتامين دي أكيد هو محتاج فيتامين دي حد عنده الهيمو جلبين قلعيل فأرده محتاج أنه نديله حديد فدي كيس بتبقى انديفيدول بتعرف دبا من تحاليل أه من شخص لشخص لكن ما قدرش نعمامها على كل الناس مش كل اللي يجي يعمل الجيمة وينديله فيتامينات في عندنا هوس حتة أنه أنا أخد فيتامينز أنا على فكرة فيه فيتامينز كتير لو أنت استمرت عليها فترة طويلة وكتبت عملك تسمم في الدم فما أخدش فيتامينز حاجة أنا مش محتاجها الجسم خصوصا لو كانت حاجة artificial أنا لو بأخدها من عنصر طبيعي مثلا لو بأخدها من الأكل أو الغيزة بتاعي خد زي ما أنت عايز لأنه فيتامين ناتشور طب ولو فيه صعوبة في أن حد مليان ينزل ده بيبقى إيه الحل معاه؟ فاكرة أنت يا بادريال مثلا اللي بيقولك مطرح ما يسري يمري ده وفيه ناس تانية عاصلة ما بيمريش خالص هو بيسري بس فتلاقي الناس يعني فيه ناس تلاقي أكلتها ضعيفة قوي ووزنها ما بينزلش أو ثابت أو وزنها بيزيد دي بتبع خلاص عنده مشكلة في الحرق شخص ده عادة عادة لما تيجي تبصي على الهيسترو بتاعي أو الماضي بتاعه بتليه عمل أنظمة غذائية كتير قوي وفشلت بتليه جرب حاجات كتير قوي وبرضه فشلت فالشخص ده محتاج أن احنا نزود له معدل حرق الدهون بالجسم طب نقطة هنا عندي اختيارين أزود له معدل حرق الدهون بالجسم عن طريق حاجة طبيعية ولا أزودها له عن طريق حاجة كيميكالز لو هزودها لك عن طريق كيميكالز أنا اللي بقول لك لا ما تاخدهاش لأنها هيبقى لها صور جنبية كتيرة جدا طب لو احنا هنزودها عن طريق حاجة ناتشورل في الحالة دي أقول لك خدها وانت منطمر احنا عندي في العيادة هناك وكمان احنا عند أونلاين في البيوكيتو دي عبارة عن خلاصة نباتات طبية دي وظفتها أنها تزود معدل حرق الدهون في الجسم ملاش أي نوع من أنواع الأسار الجنبية نهائيا خالص يعني الشخص اللي بياخدها ما بيحسش بأي شيء إلا أن جسمه بيحرق طيب أبسط لكم الموضوع أبسط شوية طب تعالي ناخد تليفون والد حد أنت والد عمر حسين والد عمر آه يتكلم عشان كان عايز يعمل مدخلة تعالي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا أبو عمر الحمد لله أهلاً واسهلاً مالك زعلان ليه؟ لا لا بس ده مالك هادي ونايم كده ليه؟ صح صح معانا نعم معانا الدكتور خالد عبد العزيز وعادي نعرف هو عمل إيه بقى مع عمر والله هو عمر يكن تلفيت بيه على دكاترة كتير وكان إن هو ما بيخسش أصلاً وقاعدنا بتاع أكتر من ستة شهور بياخد علاج ومن شركات مختلفة أو سواء أونلاين أو عيادات مختلفة ولاش نصبر أسماء فروحت للدكتور خالد فالدكتور خالد طبعاً أنا شفته الأول على العنت فعجبت طبعاً بالعلاج بتاعه وقريت إن هو كمان من خلاص النباتات الطبيعية وإن أنا بخافه على عمر قوي وإن هو ما بيش حاجة كيميكا لخالص طبعاً عشان لسه سغيره في مقتبل حياته ولا له أي أثار جانبية والدكتور خالد أكد ده تماماً فقال لي لا ما فيش أي أثار جانبية فبدأنا بشتغل أنا ودكتور خالد على عمر إن هو وكان فيه عنده مشكلة عمر إن كان عنده دكتور خالد فاهمها لي إن عنده الخلاق الدونية بيبقى عليها كفر فكتاب له على نوع معين من العلاج مع البيوكيتو والحمد لله جاء بنتيجة كويسة لعمر كيبانيا مبروك يا أبو عمر الحمد لله عمر عمدو قديبة عمر عمدو 13 طب كويس عايزينه يكمل بقى على طول لغاية الآخر ومصبوط الوزن طبعا طبعا سلملي على عمر ومعامر يوصف بيقول لك أبو عمر إن هو عرفك من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الفيس ومن خلال الصفحة بتاعتك عايزين نشوف الصفحة بتاعتك دكتور اه موجودة قدامنا يعني هو تابعك على السوشيال ميديا وراح لكذا دكتور هو الأول كانت شافنا طبعا على السوشيال ميديا وشافي البديوهات كتير ليا أكيد بعد الحلقة يوصلوا متين صح؟ بإذن الله بس إحنا كمان هنتابع برضو صفحتك وإحنا مبسوطين جدا جدا أنك كنت معنا النهاردة أنا كم مبسوطين ووريتنا حلات جميلة ووصلت النتيجة جميلة دكتور تسلميلي شكرا التغذية الإكلينيكية فعلا وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من برنامج بيت ريا وسكينة وأنا معاكو أنا معاكو وأنا معاكو أبو عمر لحلقة أخرى من برنامج بيت ريا وسكينة أبو عمر أعنب